نبدأ مع بعض الطوقة العامة. الطوقة العامة بتقول ان انت هيبقى عندك قوة شوية ان انت تعمل حاجات كنت مأجلها بسبب اسباب صحية خلاص ان شاء الله هتتمها وكمان شايفة ان انت الايام اللي جاية في حاجات كتير قوي هتبقى على الملأ يعني ايه يعني اي حاجة هتبقى هتعملها اعرف للناس كلها هتعرف عنها. لو عملت مثلا اي حاجة قلت اي حاجة وعلى اساس ان محدش هيسمع ولا هيحس ولا هيشوف اي حاجة هتلاقي فجأة فلاني الفلاني اللي في الكرة التانية عارف انت بتعملها فالكلام من حواليك او فيه ناس حواليك بتوصل اغبارك فحاول تهدي او تغدت الناس الموصوق فيهم هم اللي جمبر اللي من دول عشان شايفة انا شهر اتنون شهر فيه كلام كتير كده اه هيتقيل عنك غير كده بقى شايفة ان انت ام عندك هدف الشهر ده تخلصه او تعمله ممكن يكون هدف امتحان ممكن يهضحك هدف الشغلة ممكن تكون هدف علاقة عاطفية الله اعلم بس هو هدف على التوقع العامة كلها ممكن تكون حاجة على الصعيد الصحي او الجسد يمكن تكون عايز تخلص ممكن عايز تدخل الله اعلم كل واحد بيعنده ام تارجد كده بيحاول يحققه شايفة ان انت الشهر ده بالذات هيكون داعم ليك قوي ان انت تنفذ اللي انت عايزه عشان احنا اتفقنا ان اول طاقة معنا ظهرتنا ان انت هيبقى عندك ايه وتعمل بيها حاجات انت ام كنت معجلها بسبب اسباب صحية خلاص وان شاء الله خير نوصل بقى للطاقة الفلاكية بحسب قناة دي فوتر وبتقول لنا ايه بتقول لنا ان الطاقة الفلاكية بتاعتك يا برج الجوزاء هتبقى متقلبه شوية يمكن ام ام سريعة يمكن ام عارفين موج البحر او عارفين تسمعوا اكيد مش كل ناس سفنا نجمع البحر فمش كلوكوا عارفين طبيعي دا البحر ام البحر ساعت لما بيبقى في نوة بيقلب جامد وبيعلى والموج بتاعه بيعلى الصيادين دا بتخرج في النوة دي تسطول فا او هتبقى حاجات كتيرة كده عالية في حياتك او ممكن تحس ان في مواقف كبيرة بس هتلاقي الرزق جوه الحاجة دي او هتلاقي ام الطاقة بتاعت حاجة هتتحل او حل حاجة كانت صعبة عندك جوه المشكلة نفسها فما تخافش قوي من اللي بيحصل وما تخافش قوي من تهويل الاحداث اللي حواليك اعرف ان انت هتلاقي الحل في وسط الزحمة دي كلها فالطاقة الفلاكية بتقولك ان في حاجات صغيرة عوي هي لك يعني تكادلة طورة اصلا او انت مش هتبقى واخد بالك منها بس الحاجات دي هتيجي اه هتطمنك وسط زحمة اليوم اه ممكن تشوف حد وسط يوم مملي كده او وسط يوم زحمة في الشغل تلاقي حد انت بتحبه شوفته هتلاقي نفسك وشك ديريكت بيبتسم. اه مسلا حققت بتاعك فهتلاقي ان انت فرحان ان انت حسس ان اخيرا عملت حاجة. اه الطاقة الفلاكية بتقول ان انت وسط الحاجات الصعبة او اليوم اللي انت هتحسه ان هو تقيل قوي هتلاقي في حاجة حلوة قوي. فما تضيقش وحاول ان انت تهدف. اوكي? وشايف ان ان شاء الله ان شاء الله الطاقة بتاعتك هيبقى فيها تقلبات برزق يعني ايه? يعني تغيير اللي هيجي عليك ده هيجي برزق لك. الطاقة كمان الفلاكية بتقول ان انت الايام اللي جاية ما تنساش التعبد او ما تنساش الصلاة. ما تنساش اه سيومك. ما تنساش اه اي حاجة عليها علاقة بالصلاة. اه ليه? عشان الطاقة الروحانية بتاعتك محتاجة تتغزها شوية. الطاقة بتاعتك اه محتاجة تتشبع بطاقة روحانية. الطاقة روحانية صالحة اللي عندنا اه هي طاقة الصلاة. اوكي? فحاولوا ان انت تصلوا تعملوا هل عليكين. وبلاش? تكنسلوا وتنسو تمام? عشان انتو امس الحاجة بالصلاة انتم تو متعرفوش اصلا. حتى لو الناس ابتت اه هتكنسل او هتقول هكتب كمان شوية لا لا لو انت دلوقتي قاعدوا مش بتعمل حاجة امصلي. فاهميني دي طاقة الفلكية. عشان الطاقة بتاعتك محتاجة تملة شوية محتاجة ما تتأثرش بالطاقة السلبية اللي حواليها. فاهميني عشان الطاقة بتاعتكو ضعيفة شوية. فمحتاجة ان هي تتغزة. وده الغيزة الصحية بتاع الطاقة. نوصل بقى للطاقة اللي بعد كده هي طاقة العامة. الطاقة العامة في طاقة العمل والمال. دي اول طاقة معين اللي بحاسة القناة في فوتر. وشايف ان في ناس في كوحة تتغير ام او هتغير شغلها. ممكن التغيير يجي في منصب. ممكن التغيير يجي في مرتب. بس اللي انا شايفينها ده تغيير ايجابي عاماتا. يعني شايف ان انت هتخرب من طاقة كانت معتمع طاقة كانت ام انت مش شايف نفسك فيها. لطاقة تانية انت هتتدي ان انت تلمع واتبن فيها. المقابل المادي شايفين المقابل المادي هيبقى هيبقى يمكن على قد الشغل او انت يمكن تشوفه صغير قوي على مقدور الشغل اللي انت بتعمله. بس على الاقل الطاقة القدامي دي فيها طاقة اكتفاء او فيها طاقة انت هتعرف تصرف الفلوس هيبقى عندك زي ما تقول كده حكمة في ان انت تصرف الفلوس ومش هتحس قوي ان الفلوس اللي معك دي مش مبلغ يعني. الطاقة اللي بعد كده طاقة تدراسة بحسب كناد في بوتاروت هنشوف ايه الاخبار. طاقة بتقول ان انت عندك شهر جويس للحفز والمذاكرة. الشخص يمكن اللي قدامي ده بيحب ان هو يبحث كتير بيحب ان هو يدور في عاجات كتير قدامي بيقول ان انت ممكن يكون عندك ابحث تطلب منك. ممكن يكون عندك رسالة بتحضرها. او ممكن يكون كمان اي طاقة اللي قدامي بتقول ان دي اخر سنة في مرحلة مهمة بالنسبة لك وشايف ان انت هيبقى عندك مرحلة احلى بكتير من المراحل اللي فاتت. ممكن تكون مرحلة في الحياة عمتا ممكن تكون انت هتخلص دراسة دي اخر سنة عليك. ممكن تكون مرحلة انت هتخلصها وتروح ااا مدرسة تانية جامعة تانية تدرس مجر تاني. بتقول فيها تغيير بس هيبقى عندك مفتاح النجاح فيها. اللي قدامي دي فيها حاجة انت عايزها وبتفكر فيها وهتوصل لها. فان شاء الله خير. اللي بعد كده تقول اصدقاء دي المقربة منك يا برج الجوزاء بحث كنات في بيبوك تقرب. شايفة ان في اا توقا كده حد حد بيدعمك يا ايه ما انت اللي بتدعم حد. يعني ممكن توقا تبقى عكسية. الفكرة هنا ان في حد بيزرع امل في حد تاني. ممكن تكون هتقابل شخص اا محتاج كلمة او هتقول كلمة من غير ما تقصد تلاقي رجل دي فاق من اللي هو فيه. عنده طاقة شفاء وطاقة آآ. تعديل طاقات سلبية لطاقات ايجابية هتبقى قوية جدا عندك يا برج الجوزاء لtaa ما اللي اللي جاية. شايفة كمان ان الطاقة بتقول ان انتوا آآ م عندوكو جدا بتحبوكو جدا اذا كانت معاكو او اذا كانت سفرت السماء بس الطاقة بتقول ان هي لسه بتاعاكو لسه يعني لسه بتطمن عليكم من وقت للتاني فان شاء الله خير. الطاقة البعد كده هي الطاقة العطفية. اول طاقة العطفية معينا بحسب كنات في فوتارو الاسعي بورج الجوزاء هي طاقة سنجل بورج الجوزاء شايفة ان في شخص بيحاول ان هو يتعرف عليكي كلمك بس انت مش عطيله فرصة قوي. وشايفة ان هتديره فرصة بعد اربعة ايام اربعة اسابيع بس انت هتديره وقت ما هو خلاص هيفقد الامل. انت اول ما هتلاقيه خلاص ان هو بدأ يهدى ويمشي هتلاقي هتلاقي نفسك عمل كده. لأ تعالى. الشخص ده من بورج مائي. الطاقة اللي بعد كده هيطاقة مرتبطين بورج الجوزاء. طاقة مرتبطين بورج الجوزاء في عندكم تأخيرات. اوكي. اه التأخيرات دي مش هتأثر في العلاقة. يعني اللي انا شايفين مهما لو حصلت تأخيرات ان ما فيش حاجة اه مقدمة او مفيش عرض ازراج او مفيش اه مفيش ليفل جديد انتو دخلتو انتو كانكم محبوسين كده في الطاقة العاطفية بس مفيش اي حاجة ولا خطوبة ولا الجواز ولا اي حاجة. لا هي التأخيرات دي مش هتباوز العلاقة بينكم. مش هتشككو في بعض. اه يمكن التأخيرات اللي حصلت دي للمصلحتكم انتو. اه تعرفوا بعد اكتر تتعلموا طريقة بعد اكتر. اه شايفة كمان ان انتو بتشبعوا من بعد. اكنوكو كده عاملين زي السفنجة بتبتدون انتو تسحبوا المية كلها بتاعة الشخص اللي معيك ده. فانا شايفة ان الطاقة بتاعتكم اكنوكو لسه لسه محتاجين تتعرفوا على الشخص ده اكتر. محتاجين تتطبعوا بتبعوا او هو يتطبع بطبعكم. امم شايفة ان الطاقة اه فيها حاجات رايحة وجاية بس اه ام دي هتكمل على زواج. مش شايفة فيها ان هي اه برضو طاقة بورج مائي. مش شايفة فيها فرق. اتوكل بعد جدا هي طاقة منفصلين بورج الجوزاء بحسب كونال بيفو تارو. شايفة ان في حب جديد هيدخل حياتك من بورج ناري. وداخل لزواج. الزواج ده هيغير فيك حاجة. يا اما هيغير في شخصيتك انت. يا اما هيغير في بلدك اصلا. يعني ممكن ياخدك من بلدك وتروح بلد تانية ومن مكان وتروح مكان تاني. بس المكان اللي انت هتروحه ده هتزاهر فيه. ازا كان بيته بقى او ازا كان اه بلد تانية خالص. فاتوكل بتقول ان انت شخصيتك نفسها هتتغير هتتلون. هتبتدي ان هي تفوش وهاية من العتمة اللي كانت فيها. سمعين من شوء الله خير. اتوكل بعد كده اتوكل مطلقين بورج الجوزاء. بتقول ان في مقابلة مهمة هتحصل مع شخص من بورج ماء. لا ده بورج ناري. او ده بورج ناري. راجل وسط من بورج ناري هتقابلهم. الشخصيتين دول من اصعب ما يكونوا. يعني ايه? يعني الشخصيتين دول هيحتاجه ان انت هتتكلم كتير اوي. عشان تبرر لها فساك. طيب. هتقالي. الطاقة بتقول ان انت هتكسبهم. المية بتطفي النار. او ممكن تغزهم. تفرق احهم زيادة. الله هو اعلم. على حسب بقى المية دي فيها يعني ايه? اقول لكم. لا. المية مش بتطفي النار. المية بتولى الويلة زيادة. يعني هما لو هما اصلا الاسندن بتاعهم ناري. وانت الاسندن بتاعك مائي. انت هتخليهم يفرق او انت هتغط حقك من عنهم من ثلاث ومن ثلاث. انا قلت في الاول انت هتهدوا مسلا او هتخليهم اا يعني ايه? اا عايز اجيبها لكم بطريقة اا مقدبة شوية. عارفية لو ما تبقى اصلا اا عايز تجيب لحد او عايز تخليه يجيب الجواه عشان تعرف تضربه فين. اهم انت بالزبط هتعمل مع الناس دول كده. وبعد ما هتعرف انت هتقرسكم فين? بالزبط او ده اللي خليهم يوضع. لو انت احنا عاملين كل الاحتياطات بالنسبة لنا ان انت ما تعرفش تتحرق. ما تعرفش تلفز مننا. اا هانا هاني هاني ازيك هاني ازيك. الشخصيتين دول يا اما متجوزين. اوكي? يا اما الشخصيتين دول موجودين فعلتك فعلت الشخص التاني. بس المقابلة دي هتحصل واتحصل فيها كلام كبير قوي بمس عرض بمس شرف بمس اا 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 دول اصلا دول والوزراء. فانت هتاخد حقك منه. وهت يعني هتاخد من منك هتاخد منهم حقك وهتئذيهم. هتاقلل والترابيس عليهم فما تقلعش. تمام? التوكة اللي بعد كده هي توقيت متزوجين برج الجوزاء بحسب قناة فيفوتارو. الطاقة بتقول حرر نفسك الشركة اللي معيك لمنبورج الناري او منبورج ترابي مش بيخونك. لغبور كلها لجيالك دي عشان اه تهزة سكوتك فيه. وما يبقاش في استقرار في بيتك. وفي سحر التقلب يعني خلاص ما فيش السحر اللي عم بك ده الوقت. وشايفة انه في ان انت هتحارب على الشخص اللي معيك ده. يعني انت حد بها يجي يقولك حاجة. وانت هتسمحها. والمشكلة ان الشخص اللي بيقول ده بيكتب. فهيعمله هيتقفش. وانت هتقفش عشان هو هيقولك حاجة استحالة انت هتصدقها ان الشخص ده يعمله. او استحالة ان الشخص اللي هم هيقولون هو بيخونك معاه ده اه هو قصة ما بيقبلوش. بس هو كده غيز وخلاص يعني هو هما بيقولو لك كده غيز وخلاص. بس انت يعني هتديهم على دماغهم. واصلا هتغير النزل اللي حواليك دول. هتغير صحبتك الايام اللي جاء برج جاء وزي. شعرتنا هو شعر وانت اقلب بالنسبة لكم. يعني مش شايفان في حاجة شبه حاجة تانية. كل حاجة ماشية اه لوحدها. فهيبقى عندكم كثير قوي. فحاولوا انتوا تاكلوا كويس. حاولوا ان انتوا اه تناموا كويس. تمام? عشان اتوقع اه محتاجة صحة. فان شاء الله خير. ما توحشوني. الفيديو اللي قانتوا بسوشي لايك وسبسكرايب وفعلوا قرصة.